زوارة مقعبادين مرحبا بكم في هذه الحلقة كما ترون في الخلفية اخترنا لكم لون أسود وهو عنوان وعربون ودلالة على الحالة النفسية التي نعيشها اليوم اليوم هو يوم أسود في تاريخ البشرية عامة ويوم أسود في تاريخ الجسم الصحفي والإعلامي خاصة اليوم يفقد العالم وتفقد البشرية واحدة من أبرز الشهود على المجازر والفضاعات الكيان الصهيوني الظالم والمحتل ضد الشرعية الدولية وضد القانون الدولي وضد كل الشرائع الأرضية والسماوية لأرض لأرض كانت مسرحا لجرائمه لعقود طويلة أمام تواطئ المجتمع الدولي اليوم حلقة جديدة من حلقة في سلسلة جرائم الكيان الصهيوني اليوم الكيان الصهيوني وضدا على المجتمع الدولي وضدا على القانون الدولي بل وفي انتهاك صارخ لاتفاقية جونيف وللبروتوكول الملحق لاتفاقية جونيف اليوم الكيان الصهيوني يغتصب القانون الدولي الإنساني اليوم استشهاد الزميلة المحترمة شيرين أبو عقل واحدة من أبرز صحفيات وصحفي قناة الجزيرة تلفظ أنفاسها بأحد مستشفيات فلسطين بعد أن تلقت بشكل غادر ضربة ضربة على مستوى الرأس قادمة من رصاصة لأحد جنود الكيان الصهيوني قد نشوفوا هذا المشهد قبل ما نكملوا النقاش دينا إن هذا المشهد أبرز مشهد شاهد على طبيعة الكيان الصهيوني أي كيان ولا أي نظام كيستهدف إنسان أعزل مدني أعزل فهو كيان يعني جريمته تلقى إلى مستوى جريمة حرب بمقتدى نظام بمقتدى نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية يقول أي جهة شاهدفت بشكل متعمد شخص متاني أثناء نزائهات مسلحة يقع تحت طائلة نظام روما اليوم الكيان الصهيوني يؤكد بالملموس أنه عدو للبشرية وبأنه يقع أفعاله ترقى إلى مستوى جرائم حرب بمقتدى نظام روما الجميع يعلم بأن القانون الدولي الإنساني المادة لما خانتنيش الذاكرة المادة الرابعة تحدثت عن فقرتين خاصة بالصحفيين والإعلامين أثناء نزاحات المسلحة والمادة السبعين اللي جات ضمن الملحق يعني الإضافة الخاص بالاتفاقيات ديالجيونيف كتقول بأن الصحفيين كيتشملوا بالحماية الكاملة مثل يعني المدنيين العزل أثناء النزاعات المسلحة شارطة اللي يشاركوا في الأعمال العذائية والزميلة شيرين أبو عقلة كما غير نوريكم ذابة خلال هاتشالة الفيديو كانت يعني في لحظة كتغطي كانت في وضع ديال المدانية كانت في أحد اللحظة تمارس مهامها الصحفي لم تكن مشاركة في أي ممارسات عذائية وبالتالي كتحضر بالحماية ديالقانون الدولي الإنساني شوفوا هاد المشاهد المرعبة ترجمة نانسي قنقر إذن من خلال هذه المشاهد أول ملاحظة لا تخطئها عين هو أن السيدة غتيلت وهي مرتدية لاسترة أو لا البدلة المهنية بمعنى لابسها لابسة ديالصحة فالبريس واضحة أول ملاحظة إذن الكيان الصهيوني إذن استهدفها وهو على علم بطبيعتها وبهويتها كونها صحفية إذن هذا استهدف متعمد مما يوقع الكيان الصهيوني تحت طائلة نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية النظام واضح وضوع الشمس كما وضحنا في نقطة أخرى تانيا أن الزميلة ومسرح الجريمة من خلال هذه المشاهد كتبان بأنها كانت في واحد لحظة ليست وسط الناس ولو وسط واحد الجماعة وكي الناس هالزنسلاح وكي تبادوا النار بشكل يقدر يقدر يحاول الكيان الصهيوني يقول بأنه ما شافهاش أو لمعرفهاش هذه جريمة مع سبق الإصرار والترصد كل العناصر تكوينية دي الجريمة جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية قائمة اليوم المجتمع الدولي اليوم القوى العظمى اليوم القوى التي تقول بأنها تصهر على السلم العالمي وتصهر على النظام العالمي القوى التي تقول بأنها تحمي المجتمع الدولي اليوم أمام امتحان عسير أمام امتحان عسير وحتى لا نبيع لمتتبعات ومتتبعي هذه القناة الوهم وحتى نكون منسجمين مع أنفسنا لا ننتظر أي إنصاف من هذه القوى العظمى لأن هذه القوى العظمى والتي تمنح حقا للفيتو في مجلس الأمن بعضها متورد اليوم ضد أعمال وحشية في الحرب روسيا والأوكرانية هذه القوى التي يملك بعضها حقا للفيتو تورطت في أعمال وحشية وإجرامية ضد مدني العزة في العراق وما حرب يعني الخليج ليست بعيدة وكلنا في ذاكرنا كنتذكره وكنتفكره هذه الجلائم المشعة لا يمكن لنا أن ننسى ما فعلته أمريكا لدى واحد من رموز الأمة العربية والإسلامية عندما اختارت أمريكا يوم مقدس في حياة المسلمين ليه؟ تعدم خارج أي محاكمة عادلة واحد من رموز الأمة العربية الإسلامية الأمازيغية والكردي والإنسانية بشكل عام ومهما كان الاختلاف مهما كانت بعض الملاحظات على صدام حسين ولكن مع ذلك رجل أرسل قرابة 90 صاروخ ضد إسرائيل رجل وقف ضد الآلة الصهيونية ولم يهدنها يوما رجل صخر مجهوداته لإنتاج كفاءات علمية ولهذا استهدف العديد من الأطر العلمية العراقية رجل لعب دورا يعني كبيرا في دعم القضية الفلسطينية ولعب دورا كبيرا يعني في الدعم هذه القضية بالسلاح وبالشباب وبالعديد وبالاحتضار وفي الأخير رح تكفاش تم اختيار يوم عيد الأضحى العيد اللي عنده حدي يوم كبير تم الاستهداف ديال يعني المشاعر ديال هؤلاء المسلمين بإعدامه رغم أنه جندي حتى الطريقة التي أعدم بها قال لهم أنا جندي قسين تضرب بالرصاص لا يعني أدموه شنقا في إساءة ما بعدها إساءة ديال المشاعر ديال المسلمين وللعرب كما قلت والأمازيغ والأكراد وكل الناس أنصار ديال الحرية إذن النظام اللي كيدين هذا الشيء على هذه الطرق والنظام اليوم اللي تورط في هذه الأعمال ديال الحرب العراق وبالأخير بأن ما تم الحديث عن حوله امتلاك صدام لأسلحات الضمر الشامي كان فقط كذبة كان فقط كذبة للقضاء على النظام يشكله خطر لإسرائيل في أقل مطاف وظهرت صريحات من داخل البيت العمصة هل يمكن اليوم أن نأتمن وأن نطمئن للسلم وأن نطمئن للمجهودات ديالأمريكا وديالروسيا وهذا در إشكال عميق وعميق جدا لأن اليوم غط على أصوات ديالحماية الصحفية الدولية للصحفة على المستوى الدولي خاصة في النزاعات المسلحة والكل كيعرف اليوم ما يواجه الصحفيون أثناء مارستهم لمهامهم سواء أثناء النزاعات المسلحة أو غير النزاعات المسلحة القتل يتعرضون للاعتقالات يكونوا ضحايا دي الملفات مفبركة ما كيتمتعوش بالمحاكمة العادلة كيتعرضوا الاغتيالات إما من طرف أنظمة إما في إطار نزاعات المسلحة كما وقعت المشاهد دي الزميلة الشرين أبو عقلق وأحيانا بطرق يعني احتف أوضع لي هادئة وكنا كنت نذكر فاجعة دي الزميل خشقشي رحمة الله عليه إذن أمام هذه الأعمال العدوانية اللي كتتولى وكتزاد خصوصا في السنوات الأخيرة خصوصا في السنوات الأخيرة كلنا شاهدنا ما يواجه الصحفيون من قتل ومن اختطاف وقينا أشكال وأحيانا الصحفيات كيتم الاغتصاب ديهم مشكلة الجماعية أثناء التغطيات إذن كيتعرضوا الصحفيات للاعتداءات الجنسية وكيتعرضوا الاعتقالات وكيتعرضوا الاختطاف وكيتعرضوا للقتل أمام صمت المجتمع الدولي دون يعني حماية حقيقية وهنا الإدانة كل الإدانة لمنظمة اليونيسكو لأن احتها لها دور في حماية الحرية ديال التعبير كذلك المنظمة دي الأمم المتحدة لما قدرت توفر الحماية الكامية للصحفيين أثناء موارسة يعني الأعمال ديهم وكما تقول أحد الصحفيين مليكا نفقده الصحفي في الحرب معناها أن العالم يفقده شاهد على وضع معين وكذلك مشكلة نفقده غير شاهد أنه نزرع الخوف لأن الغاية من الأعمال الإرهابية الغاية من الغتيات الصحفيين والغاية دائما من اعتقال الصحفيين هو ترهيب باقي زملائهم حتى لا يقوموا بالمهام ديهم ومليكا الرهب والصحفيين معناها شنو كنديرو معناها أننا نشجع الفساد وأننا نسطر على المجرمين لأن الصحفي كيلعبوا حد دور كبير مليكي نصر الحقيقة ومليكي درع المين الفات معناها هذا أنه كيمنع استمرار الجرائم ولكن مليكي نزرع الخوف معناها أنه نشجع المجرمين على التمادي في الإجرام ديهم وخصوصا أحيانا مني كتشط صحفي وكتعتقلوا وصحفي اللي مثلا كيدرغي خنته وكتحطه مع واحد مغتاصب ربما يعني الجرائم دي الوصول وكتحط بنادي مغتاصب مع واحد قاتل وكتدوز له بمينف مفبرك وكتصنع له مينفات مفبرك العالم كيعرفها العالم كيعرفها فهذا كذلك شكل من أشكال الغتيال وشكل من أشكال يعني دي القتل اليوم ونحن أمام هذه الفاجعة دي الشهيدة شيرين أبو عقر لا بد من استخلص الدروس أول درس النصة سنتعرفه هو أن القضية الفلسطينية هي قضية جميع الديانات وأنها قضية إنسانية وليست قضية دين معين وليست قضية عرق معين شيرين أبو عقلة مسيحية وها هي اليوم تفدي فلسطين بروحها وها هي اليوم يعني يعني بالدماء ديالها تروي القضية الفلسطينية بالدماء ديالها فاشهد يا عالم واحتفظ يا عالم بهذه الروح الطيبة وبهذه الدماء يعني الزكية إذن اليوم يتأكد أن القضية الفلسطينية كما قلنا في محطات سابقة قضية فلسطين ليست قضية العرق العربي كما يرويجه بعض المغريضين وقضية الفلسطين ليست قضية يعني المسلمين وفقط هي قضية كل الديانات وهي قضية كل العقول هي قضية إنسانية هذا الدرس لا يجب أن نستخلصه من هذه الفجاعة الدرس الآخر والذي يجب أن نستخلص من هذه الفجاعة هو أن الكيان الصهيوني هو كيان الغاصل وكيان لا يعير للحرمات ولا للأرواح ولا للصحفيين ولا أي شيء يعني أي اهتمام هو كيان الوحش النظام اللي كيقتل ويستهدف صحفي اللي يبس النفسة ديالصحفي وكيستهدفوا برصاصة هو نظام يعني ضد الإنسانية هو نظام متورد في جرائم حرب ضد الإنسانية الدرس الآخر الذي يجب أن نستخلصه من هذه الفجاعة أيضا هو أن المجتمع الدولي وأن هذه الناس اللي كيتمتعوا بحق البيط هم كذلك يهددون السلم العالمي ويهددون السلم الذولي إما بشكل مباشر كما وقع في العراق وكما يقالون في أوكرانيا أو عبر دعمهم وحمايتهم حمايتهم لأنظمة أخرى تمارس التقتيلة وترهب المجتمعات وخير دليل هو إسرائيل لو كانت المجتمع الدولي ولو كانت أمريكا راعية للسلام كما تدعي وراعية لحق الإنسان كان يمكنها أن تردع إسرائيل العديد من القرارات دي الأمم المتحدة اللي كتخرج ضد إسرائيل ومع ذلك لا تنفذ لأن أمريكا تحميها لأن أمريكا تحميها لو كان المجتمع الدولي تحمل مسؤولية أمام العديد من الجرائم التي وقعت ضد الصحفيين لما لاحظنا تماذي دير هذا الجرائم وربما كنا نشوفه هذه الفاجعة اللي كنا نشوفه اليوم العديد من المؤسسات اليوم البشرية كتعيس أسوأ فترة في تاريخها على مستوى حقوق الإنسان وخصنا نقولها بشجاعة اليوم جريمة خاشق جيون واليوم البشرية كتفقد كذلك واحدة من أنجب وأروع وأنجع وأنضف وأمهر صحفي العالم الزميلة شيرين أبو عقر اليوم كنعيشوا مجازة الصحفيين كتقتلوا في الحروب والصحفيين كتفبركونهم ملفات والصحفيين يعتقلون وأفضع ما نعيشه اليوم وأنه يقول اللي يبغيتي اليوم منظمات دولية اللي كتدافع الصحفيين حتى هي مستهدافة اليوم ما عمر نعشنا يعني شيء أوضاع مؤلمة جدا غير المغرب لدخلنا غير المغرب دينا الحبيب مثلا ما عمر الصحفيين ما كانوا في مواجهة بعضياتهم ما عمر كانت بعض الأصوات فيه سنوات مضت ولكن اليوم والتي كتشكل معسكرات ضد الصحفيين اليوم ما عمرنا ما شنا استهداف الصحفيين من طرف مجموعات بعض كيقولي أنه حقوقي وكيستهدفوهم في كارماتهم وأولادهم وأطفال ما عمرناش إنه هذا المغرب ما عمرناش إنه حد القدر دي الصحفيين معتقالين وكل يوم كتميزهم دوك الصحفيين أصوات مزعجة ما عمرناش بهذا القدر استهداف الصحفيين كيتفعب بعضهم كيتحاكمون في المغرب بدول أدنى محاكمة شروط محاكمة عادلة كيتدودان بناء على ضلول وشكوك وبعلمان أن الأحكام يجب أن تصدرها بناء على اليقين والجزم وكتقول هاتشي أدمى من العالم وكوشي كيتفرج بدل ما يطرطب جزاءات وتم إنقال بالعكس كي حلفوا عليك بمنتهى الألم اليوم كينا ناس كيحضوا بالحماية ورغم أنهم كيتورطوا في الحرافات والناس الصحفي العزة لم يكيحضوش بحماية وكيتستهدف أعراضهم بعضهم وكيتستهدفوا أسارهم وكيتم التهديد ديالهم بمنتهى الألم اليوم الصحفيين في المغرب تعيط الوزير ميجيوبكش تعيط المدير الدول ميجيوبكش تعيط ما كيتواصل الشي معاك ما يمنحوك تشي حاجة بواحد المعاملة زعماك تتشغل بواحد الظروف اللي هي كاريتية علماً أن الصحفي واحد من الحلقات المهمة في البناء وفي التنمية ولكن نقولها بمنتهى المسؤولية والمناسبة شر يمكن نعيشوا أسوأ أوضاعنا الصحفيين في المغرب أم كلاسين مية وخمسة وثلاثين علاج صحفة عنوان الحضارة عنوان الحدثة عنوان التمدل عنوان الرقي عنوان ديال في الوصول أي مستوى صحفيين في المغرب ليم كوشي كيخاف كثرة العناوين والجرائد ولكيش كنت ما نمقاش يقدر يهضرح في رئيس جماعة ما نمقاش يقدرح يهضرح في برناماني مشاكل بالجملة ولكن تغطيات كلها مهتاري أو باهيت وماشي ضحية كذلك حتى ديال السلطة وللحكومة ضحية كذلك حتى ديال اليوم ظهرت عندنا واحد الأصوات واحد ذكرها هي تجاه الصحفيين وتبخيص الأعمال ديال الصحفيين وتستهديف شرفاء الصحفيين وأحياناً تستعمل بواحد طرق يعني تدليسية كيباتحنا البني وبلاد عند نواة أحلى بلا صحفيين كاليو عقل هذا وما كيش تسامه مع الصحفيين واحد تشدد مع الصحفيين غريب الأطوى العداء المطلق للكلمة الحرة وللصحفي مع كامل الأسف مع كامل الأسف فهات شي كي ألمنا اليوم أمام هات الفاجعة كانت مننا والوعي يرجع للوعي وإعادة الاعتبار للصحفيات والصحفيين اليوم خاص يزول سوء الفهم اللي كي ما بين السلطة والصحافي في المغرب وفي العالم رغير معقول هذه هجوم اللي كي نقاوا الناس كي هجموا على الصحفيين مقابل لهم ولكن مكي هضروا لعلى فاسدين والناس في البرلمان المحكومين والناس وكل الملاير دي الشعب المغربي والناس مورطين في في صفقات وفاسد مكي هضروا لهم تواحد ومقابل الصحفي وكأن ذاك الصحفي سرقت صندوق الدمان الجماعي وكأن ذاك الصحفي يعني هو اللي سرق الصفقات دي دي قطع الصحة وكأن الصحفي هو اللي سرق الفلوش دي المسروع استعجالي وكأن ذاك الصحفي يعني بواحد جيش وواحد خطار تولى الصحفي في المغرب عند بعض الأوسط ملازم الجنس والنصيب الكحلة معك كامل الأسف وبعد مرة يقول لا أنت صحفي مشي عليك لا سيدي احنا جدرت ورين أقعلي مظلومة احنا تعرفنا مظلومة أعطينا الإنصاف أعطينا الإنصاف معك كامل الأسفات شي كي قلقنا صراحات وكي سئنا هذا الوضع وصل الوضع دي الصحفي للمغرب مؤلم بكل ما تحمل كلمته من معناه في السنوات الأخيرة عشنا واحد لحظات كانت جميلة وكان الصحفي في المغرب كانت دوائر القارة لبعضها كانت جلس معهم وتصنط لهم وتفاعل معهم وتشاور معهم اليوم لا بغيت يتلاقى الصحفي غير أو ما تتلاقاش القيد صحفي في المغرب ما يتلاقاش دواء القيد واحد لوقت كانت يجلس مع مسؤولين كيبقى إذن شكل يسهم في هذا الوضع دي الصحفي اليوم وبهذا الطريقة اللي كيبقى فيها الصحفي تولينا كل واحد الوضع ما عرفتش يعني مقزز ومن هببوا دبوا ولا كيتطاول على الصحفي واللي ما لقيت دارتها وما بظهرت بعد حسابات المشبوهة كانت تلقاها دير التدوين هنا نفس دير التدوين هنا نفس دير التدوين هنا نفس دير التدوين هنا مع كامل الأسف فرحمة الله رحمة الله على الزميلة الشهيدة شيرين أبو عقل كانت من نامل عبد الله عز وجل أن هذه الفاجعة المؤلمة تكون فرصة لصحوة الضمير العالمي ضد ما كيتعرضوا له الصحفيات والصحابين في العالم الصحفيين المغاربة اللي نضرب المست ره هو الحياة القسير ره اللي ناتكي هجم على الصحفي اللي ناتكي يسب الصحفيين صحفيين واحد الفئة مستلمو الشامع ما عندها يعني ره ممكن هاش الشغل في ظروف اللي البرلمان يكون سوقه خاول والحكومة سوقها خاول ولكن ربما القضاء ماشي مستقل مية في المية ره الصعيف الصحفي دي الخدمته رهت الصحفي عنده وليداته واحد الصحفي عنده أثرت واحد الصحفي كيخاف على رأسه الصحفي منكي يختار هذه المهنة صحيح سيكون شجاع وسيقول كلمة الحق وهذا هو ديداننا وحنا كنشجع الناس اللي كيختاروا هذه المهنة أن يكون وطني يكون معاستقرار يكون هذا هو الأصل ولكن غيكي نقول بعض الناس اللي كيغيبوا هات الشروط وكيحتروا الصحفي ويقول مسؤول على كل وينات والمؤدلات في المجتمع حيث قسير الصحفي كيحتاج للدعم الصحفي كيحتاج لمؤازرة الصحفي كيحتاج لمواكبة وكيحتاج 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 وانا تفكر الدبا واحد من اللي تكون تصحفي أي صحفي يضحي بحياته ولا بحريته ولا باستقراره الأساني ويعبر على رأي ويجي واحد ماشي السلطة وماشي الشعب ولي كيقدم راسه للناس على أنه راي يدافع عن حق الإنسان وعنه ويظل يهضر وفي الأخير يبغي يطلقوا أحد الرصاصة اللي ما قدرش يطلقها حتى السلطة شوفوا على بيئة كيفاش دايرة قمة الرداء والبؤس والسفالة والإنحطاط قسكم تعرفوا المغربة ما عم نكي نعيشوا بعض مرة ما نكي نسألوا الصحفي وراء البشر بعد مرة تكرح يقول لهم لعنضحي كيما كيقول دا كبور ما عارفوا عنده واحد والله ما قالت ليه معامن ولا ما كيش معامن ولا شحاجة بحلال خص الإنسان يواصل ولكن غير نتابه كي يجي ابنه ما كيبغي والله السلطة ما تضمرك كيما كيضبرك بعض أشبه النخر في البلاد السعيدة بعض أشبه النخر من أجل ما نعرف شي حواج يكون لأن أنا عارف ما كان بغوش نقوله وشي كله يعودوا بلاه فمع كامل الأسف مع كامل الأسف خصنا نحتاضنوا الصحفيين في المغرب وندعموا الصحفيين تاشي واحد ما فوق القانون ولكن مشي ديك الصحفي مشي فوق القانون قانون الجنائي أعطينا غال محاكمة ما تكون عادلة أعطيتك مذكرة في نهية قدرت كلامي يجاوبه ودفعتك وحب الفصل ناقشوني علش لم يجمعك يخشير سوفر رملة كيبقى من هذا المجروح مع كامل الأسف فرحمة الله على الزميلة شيرين وحي الله الفلسطينيات والفلسطينيين ونصر الله القضية الفلسطينية المجد والخلود لجميع شهداء القضية الفلسطينية وتحيل الصحفيات والصحفيين أينما توجدوا في العالم وتحيل كل إنسان كل إنسان كغار على الإنسان وكاد فعلاء الإنسان أينما توجد شكرا لكم متتبعات متابعين القناة وياللقاء